موسيقى قضيف مسعية تسادف معبر أبو الزندين شرقية حلب تزامنا مع افتتاحه بين مناطق النظام السوري والجيش الوطني موسيقى قتيل وجرح بهجوم على مقر للجان الشعبية في بلدة محج شمالي درعا ومجهولون يحاولون اغتيال شاب في مدينة الصنمين موسيقى مقتل أربعة عناصر من الفيلق الخامس بهجوم لتنظيم الدولة بالبادية السورية وأمريكا تدرب قسد على منظومة الدفاع الجوي أفينجر موسيقى بلينكين يقول إن المحادثات بشأن غزة ربما تكون آخر فرصة للتوصيل إلى هدنة وحماس تتهم واشنطن بالرضوخ لنتنياهو موسيقى موسيقى أهلا بكم مشاهدين إلى النشرة الرابعة من تلفزيون سوريا تعرض معبر أبو الزندين بريف حلب الشرقي إلى قصف مدفعي تزامنا مع إعادة افتتاحه بين مناطق النظام السوري والجيش الوطني بعد نحو أربع سنوات من الإغلاق أفاد مراسلنا بأن الاستهدافة جرى على دفعتين من خلال سقوط قذائف الهاون ضربت تجمع الشاحنات المجهزة للعبور نحو مناطق سيطرة النظام مضيفا أن المعبر بدأ صباح اليوم العمل بشكل رسمي لكن بعد القصف تم إخلاؤه من جميع العناصر والموظفين وكانت صحيفة الوطن المقربة من النظام ذكرت في وقت سابق أن معبر أبو الزندين بريف حلب يوضع اليوم في الخدمة بشكل رسمي وبحسب الصحيفة تستعد عشرات الشاحنات لدخول مناطق سيطرة الجيش الوطني من مناطق سيطرة النظام السوري لتفريغ حمولتها التجارية بالتزامن مع دخول شاحنات مماثلة من الجانب الآخر ونقلت الصحيفة عن مصادر أن هذه الخطوة سلسلة من اتفاقات أخرى قد تشمل طريق انفور الذي يربط بين حلب واللاذقية تنفيذا لبنود الاتفاقات التي تم توقيعها سابقا من دون استبعاد أن تكون المرحلة النهائية لهذه الاتفاقات فتح الطريق من تركيا حتى الأردن لعبور الشاحنات التجارية مرورا بالأراضي السورية ولمعرفة جغرافيا أهم الطرقات الرئيسية في سوريا والجهات المسيطرة عليها إضافة إلى المعابر الفاصلة بين مناطق السيطرة نتابع العرض الآتي تشكل الطرقات الرئيسية في سوريا صراعا عسكريا وسياسيا في الحقبة الأخيرة خاصة بعد عام 2020 مع الإعلان عن اتفاق آذار بين روسيا وتركيا لفتح أولى الطرقات الدولية ولكن تعثر ذلك واستمر انقطاع معظم الطرقات حتى الآن فنشطت إثر ذلك معابر تفصل بين مناطق السيطرة مع ظهور عمليات التهريب بين عدة جهات مسيطرة على الأرض نستعرض لكم أبرز الطرقات الدولية والمعابر التي تقع فيها نبدأ بطريق M5 والذي يربط العاصمة دمشق بحلب ويقضع لسيطرة كاملة للنظام بعد أن كانت أجزاء رئيسية منه في حما وإدلب وحلب تحت سيطرة المعارضة وتم تنشط الطريق منذ سيطرة النظام عليه في عام 2020 أما طريق الامفور فيقسم إلى قسمين يصل بين اللاذقية وحلب في قسمه الأول ويخضع جزء كبير منه لسيطرة هيئة تحرير الشام ويمر من جسر الشغور إلى مدينة سراقب وجرى عليه تفاهم في اتفاق آذار عام 2020 وشهد تسير دوريات روسية تركية علما أنه لم ينفذ الاتفاق الذي ينص على إقامة ممر أمني فيه على بعد ستة كيلومترات في شماله ومثلها في جنوبه بينما يمتد الجزء الآخر من الامفور بين حلب ومحافظة الحسكة ويمر من مدن الباب نحو منبج ثم إلى عنعيس جنوب الرقة ويمر من تل تمر وصولا إلى مدينة الحسكة ثم إلى الحدود العراقية ولهذا القسم من الطريق عدة جهات مسيطرة بدءا من النظام في شرقي حلب إلى الجيش الوطني ثم قوات سوريا الديمقراطية ويشهد في شقه الشرقي تسير دوريات أمريكية روسية بين كل فترة هذا ويوجد أيضا طريق حلب وغازي عنتاب التركية والذي يبدأ من دوار ليرامون في حلب ويصل إلى الأراضي التركية عبر معبر باب السلامة ويقضع لسيطرة النظام من مركز محافظة إلى مناطق عندان وكفر حمرى وحريتان حتى نبل والزهرة مع وجود الميليشيات الإيرانية إلى قسط في شمال البلدتين حتى جنوب مدينة عزاز والتي يوجد فيها الجيش الوطني تعد المعابر التجارية الرسمية أحد الحلول التي ظهرت في سوريا بعد فشل معظم الجهات العسكرية في السيطرة على كامل الطرقات يعد أبرزها معبراء أبو الزندين وسراقب بريفي حلب وإدلب وهي معابر تجارية تفصل المعارضة عن النظام إضافة إلى معبر عون الدادات والحمران بين الجيش الوطني وقسد إلى شرق سوريا والتي تضم معابر التايها وشعيب الذكر والهورة وشنان واجديد عقيدات بين قسد والنظام إذا المشاهدين هذه جغرافية الطرقات والجهات الأكثر انتشارا فيها وتشهد تنافسا مستمرا لحسم ملفها لعائداتها العسكرية والاقتصادية والتجارية ينضم لنا همام زين مراسل تلفزيون سوريا من الباب همام هناك أنباع حول ذهاب وفود إلى المعبر لمنع إعادة فتحه ما التفاصيل لديك؟ بالفعل هناك وجوه هناك توجه لأرتال جاءت من مدينة مارع منتجاه مدينة الباب لغاية منع افتتاح هذا المعبر الذي كان من المقرر أن يفتتاح اليوم في منطقة الباب وتحديدا عند منطقة أبو الزندين وهو معبر أبو الزندين سبق هذا التحرك كان هناك خيمة قد بناها بعض الأشخاص أيضا احتجاجا على افتتاح هذا المعبر بالقرب من المعبر تحدد عند دوار حلب في مدينة الباب هذا الأمر جاء ما قبل أن يتعرض المعبر اليوم لقصف بأكثر من خمس قذائب لم يتم تحديد مصدرها حتى الآن ولكن تواردت أنباء أن هناك ميليشيات شيعية هي التي قامت بقصف أو ميليشيات إيرانية تتبع الفصائل الموالية لإيران في هذه المتغة هي قامت باستهداف هذا المعبر لكن حتى الآن لم نستطع التأكد من صحة هذه المعلومة بشكل عام وجيه المعبر الآن هو الشبه متوقف عن العمل وهذا الأمر جاء ما بعد ساعة أو ساعتين من اتتاح المعبر كان من المقرر أن يفتح اليوم الأثنين ولكن توقف العمل بشكل مؤقت ربما أمام الحركة التجارية بسبب الاستهداف الذي تعرض له المعبر قبل ساعات من الآن ما هل كانت هناك حسائر؟ على إعادة المعبر للعمل بشكل طبيعي وجيه أن يكون المعبر متهم نعم وجيه تعرض عنصرين من الجيش الوطني لإصابات طفيفة نتيجة الاستهداف الذي حصل في تلك المنطقة الجديرة بالذكر أن المعبر معبر أبو الزندين هو نقطة التماس مباشر بين قوات الجيش الوطني وقوات النظام قبل أن يكون معبر حتى هي نقطة اجتباك كان يحصل بها اجتباكات في السنوات الفائتة والأشهر الفائتة وعمليات تسلل ربما في تلك المنطقة ولكن بالإضافة لهذا الأمر يوجد معبر يفصل بين الجيش الوطني وكان مغلق خلال الفترة السابقة والآن المعبر تسيطر عليه قوى الشرطة العسكرية واتشار الجيش الوطني هو الانتشار عند الجبهات التي تعتبر خط تماس مباشر بين قوات النظام وقوات الجيش الوطني أود التنويه على نقطة أن المعبر في حال افتتح وعاد إلى العمل بشكل كامل سيكون متاحا أمام الحركة التجارية في المرحلة الأولى وسيكون متاحا أمام حركة عبور المدنيين في المرحلة الثانية شكرا لكم موزين مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من الباب قتل شاب وأصيب آخر في مدينة عفرين إثر اندلاع شرباكات بين مجموعات عسكرية محسوبة على الفصائل المحلية في المنطقة مصادر محلية ذكرت أن الاشتباكات وقعت قرب صالة جين وسط عفرين واندلعت في إثر مشاجرة بين أشخاص من الطرفين بسبب شقة سكنية أضافت المصادر أن الاشتباكات انتهت بعد تسليم القاتل إلى فرع الشرطة العسكرية في المدينة وانتهاء مظاهر الاستنفار العسكري والتجمعات التي لاحقت عملية القتل والاشتباكات انفصلت كتلة عسكرية ينحدر معظم أفرادها من محافظة إدلب انفصلت عن الجبهة الشامية العاملة ضمن الفيلق الثالث في الجيش الوطني وتعرف الكتلة العسكرية باسم كتلة علاء فحام التي كانت ضمن فصيل أحرار الشام سابقا قبل أن تنضم إلى الجيش الوطني الجبهة الشامية وانشقاق جديد داخلها وعلى مسمع جميع المنافسين تظهر خلافات الفصيل الداخلية في وقت حساس يتطلب إثبات موقف وحضورا أمام ما يجري من تحولات وتغيرات في ريف حلب ومعه تتأكد التوصيفات بتحالفات مجموعاته المتقلبة وتترسخ قضية الانشقاقات داخل هيكلته والتي تكررت كثيرا انفصلت كتلة علاء فحام أو ما يعرف محليا بأبو العز أريحة بالطراضي والتي تضم نحو ستمائة عنصر بعد خلافات ظهرت العامة وتناقلت رواياتها مصادر عديدة منها رفض مجلس شورى الشامية بقاء معظم عناصر فحام خارج مناطق نفوذها أي في محافظة إدلب ورؤيتها بأنه لا فائدة منهم في حالات الطوارئ والإستنفار خاصة أنها تمر في حقل شوك وألغام في ظل احتمالية انفجار الصراع الفصائلي بأي لحظة وآخرون يرونها أسبابا سطحية لما هو أعمق من ذلك خاصة أن الأمر ليس جديد والقاضية معروفة منذ انضمامه للفصيل في عام 2021 كمجموعة واحدة من فصيل أحرار الشام وجهة المنفصلين لم تحدد بعد وهذا الأمر ليس سهلا ضمن تكتلات الجيش الوطني ويحتاج لمزيد من الوقت وبحسب المصادر فإنها قد تكون نحو الفيلق الثاني وتحديدا لفصيل السلطان مراد أو قد تكون أخرى وربما تنتهي بالعودة للفصيل الأم إذن انتهى الملف بالتوافق أو بخلافه وهذا ما ستبرهنه الفترة القادمة أصيب شخصان بجروح إثر قصف قوات النظام السوري بالمدفعية أطراف مدينة إدلب في الليلة الفائتة ذكر الدفاع المدني السوري بأن القصف استهدف مستودعا طبيا إغاثيا أصيب في إثره أحد الكوادر الإدارية فيه أضافت الخوذ البيضاء بأن فرقها أجرت عمليات بحث بعد القصف وتأكدت من عدم وجود إصابات أخرى هذا وتكثف قوات النظام من قصفها المدفعي والصاروخي على مناطق في إدلب وريفها بعد سلسلة هجمات شنتها بطائرات مسيرة انتحارية استهدفت ممتلكات المدنيين نظم العشرات من ذوي المعتقلين في سجون هيئة تحرير الشام مظاهرة أمام مبنى ديوان المظالم في مدينة إدلب للمطالبة بإطلاق صراح السجناء السياسيين هذا وندد المتظاهرون بانتهاكات الهيئة التي كانت قد شنت حملات اعتقال طالت المشاركين في الحراك الشعبي ضدها في الفترة الفائتة إضافة إلى احتجازها أشخاص آخرين على خلفية انتمائهم لحزب التحرير واحتجازها عناصر سابقين في الفصائل العسكرية وجاءت مظاهرة المطالبين بالمعتقلين بعد أسبوعين من تشكيل ديوان المظالم التي ذكرت الهيئة أن هدف تشكيله تعزيز العدالة وحماية حقوق الأفراد في المنطقة أخمدت فرق الدفاع المدني السوري حريقا حراجيا ضخما اندلع في محيط قرية سلهب بريف جسري الشغور الشمالي غربي إدلب بعد سبع ساعات من العمل المتواصل وفق الدفاع المدني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سوريا خلال برنامج متبقى أكد أحقية مطالب القائمين على اعتصام الكرامة بريف حلب الشمالي لكنه أشار إلى أن طريقة طرح مطالب تغيير مؤسسات المعارضة ليست مناسبة وأن بعض مطالبهم أو معظم المطالب مطالب محقة وأننا فعلا بحاجة في المعارضة إلى إصلاحات جذرية ولكن ما هكذا ترد الإبن؟ ولكن قال أقول لك كيف تصل إلى النقطة التي تغير فيها هذا التمثيل الموجود؟ ينبغي أن تكون أنت منظما أولا بحيث أنك تصبح قوة حقيقية قوة حقيقية في الواقع وعند ذلك لا تستطيع أي قوة أن تتجاهلك سأضرب لك مثال الآن فيما لو تطور الوضع وأصبح فيه قناعة تامة لدى كل الموجودين في الشمال المحرى أو بنسبة كبيرة منه أن فئة ما تمثل هؤلاء الناس وأخذوا يرفعون اللافتات من أجل أنهم يمثلون فعلا المجتمع هل تعتقد أن أجسام المعارضة سوف تتجاهلهم؟ أبدا الدول هل ستتجاهلهم؟ أبدا وأضاف طعم أنه توجد عدة خطوات لإحداث أي تغيير تبدأ بتشكيل مجموعات العمل ومن ثم الاتجاه إلى الحركات السياسية ما يؤدي في المستقبل إلى الحصول على الاعتراف المحلي والدولي أن البداية تنطلق من تشكيل مجموعة العمل وعندما يتشر بين الناس الأعمال السياسية تذهب الناس باتجاه الحركات السياسية الحركات السياسية ومجموعها في الحركات المتشابهة تذهب باتجاه تشكيل التيارات وعندها سوف عندما يصبح كل هذا في المجتمع لا توجد قوة في العالم تستطيع أن تواجه التغيير نحن في العقل السن العربي لدينا من التصورات التي تذهب بنا بعيدا بعيدا ومحاولة اختصار الوقت وعدم معرفة التفاصيل وعدم معرفة موازين القوى وعدم النظرة بشكل دقيق إلى الواقع الدولي الذي نعيش فيه شن مقاتلون محليون في بلدة محج شمالي درعة هجوما على مقر للجان الشعبية التابعة لفرع الأمن العسكري وفق تجمع أحرار حوران أشار التجمع إلى أن عناصر اللجان في البلدة معنيون بعمليات اغتيال وتجارة المخدرات وفرض الإتاوات على المدنيين في كل مرة لا تحتاج هذه البنادق أكثر من شرارة صغيرة حتى تعود وتصوب رصاصها باتجاه قوات النظام ولجانه الشعبية المنتشرة في درعة فثمت ممارسات تزيد من فجوة الخلاف وتعيد التذكير بالجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في المحافظة وهو ما لم تنجح التسويات التي فرضها النظام في محوها من ذاكرة الأهالي بلدة محجة في ريف درع الشمالية تشهد اليوم تطورا جديدا إذ شن مقاتلون محليون هجوما على مقر تابعة للجان الشعبية التابعة لفرع الأمن العسكرية أدى إلى مقتل وإصابة عدد من عناصرها ووفقا لتجمع أحرار حوران فإن العناصر المستهدفين في البلدة مسؤولون عن تنفيذ عمليات اغتيال ويعملون بتجارة المخدرات ويفرضون الإتاوات على المدنيين وهو ما يشبه ما حدث ويحدث في مناطق أخرى من درعة التي تعيش حالة من الفوضى الأمنية ففي مدينة الصنمين نجأ شاب من محاولة اغتيال نفذها مجهولون ليلة أمس لكن أفراد عائلته الذين كانوا برفقته على درجته النارية تعرضوا للإصابة عادة لا تتبنى أي جهة مسؤولية عمليات الاغتيال التي تحدث في درعة في حين يشير أهالي واشطو المحافظة بأصابع الاتهام إلى الأجهزة الأمنية التابعة للنظام والميليشيات الإيرانية بالوقوف خلف كثير من عمليات الاغتيال التي تطول غالبا معارضين للنظام ومشروع التمدد الإيراني في المنطقة التي تبدو فيها سيطرة الأطراف المختلفة واضحة وكل طرف يسعى لتحقيق أهدافه ينضم لنا عامر الحوراني الناطق باسم تجمع أحرار حوران من عمان أهلا بك سيد عامر ما مسجدات هناك من محجة نعم أهلا بكم بكل أسادة المشاهدين الانتكوزيون سوريا إذن بدأت اليوم صباحاً مع فجر اليوم اشتباكات عنيفة جداً بين مجموعات محلية ومجموعات أخرى تتبع للإيجان الشعبية في بلدة محجة بريب درعة الشمالي إذ أن هذه المجموعات المحلية شنت هجوم عنيف جداً على مجموعات تتبع للأمن العسكري وهي مجموعات تعمل كليجان شعبية في بلدة محجة بريب درعة الشمالي ودار اشتباكات عنيفة أدت هذه الاشتباكات في النهاية إلى مقتل اثنين من المشتبكين أحدهم يوسف البلخي والآخر من مجموعات الليجان الشعبية وأيضاً سقط العديد من الإصابات في صصوف مجموعات الليجان الشعبية وأدى ذلك إلى طلب من مجموعات الليجان الشعبية من اللواء السامن في محافظة درعة بالتدخل حالاً هو الآن في طريقة نحو بلدة محجة بريب درعة الشمالي لفك هذا الاشتباك وتعهدوا بأنهم سيقومون بتسليم أنفسهم للواء السامن في محافظة درعة هذا الهجوم يأتي بعد جملة من الانتهاكات التي تقوم بها هذه الليجان الشعبية آخرها يوم أمس قاموا بالاعتداء على أهالي المدينة سائق صهريج مياه وأيضاً قبلها قاموا بتهديد بعض سكان البلدة بعدم المرور من الشوارع الموجودة في حاراتهم الغربية من بلدة محجة بالإضافة لانتهاكات واسعة أخرى وهي تنفيذ اغتيالات في صالح فرع الأمن العسكري الذي جندها هذه الليجان في البلدة بالإضافة لترويج وبيع المخدرات والاتجار بها ما هو المتوقع فيما يتعلق باستمرار أو عدم استمرار هذه العمليات خلال الساعات القادمة؟ إذن الاشتباكات الآن توقفت بعد صحوص قتيلين من الطرفين قتيل من كل طرف بالإضافة إلى صحوص عدد كبير من الجرحة في صحوص هذه الليجان الشعبية التي تحتمي أيضاً بإحداء التلول التابعة لقوات النظام بقرب الحارة التي يتمركزون بها وقاموا بالصعود إلى هذا التل خلال هذه الاشتباكات اليوم واستخدام بعض الأسلحة الرشاشة من هذا التل الذي يتمركز به عناصر من جيش النظام إذن اليوم توقفت حالياً هذه الاشتباكات بانتظار وصول رتل اللواء الثامن لفضل الاتفاق على فضل هذا الاشتباك إذن الليجان الشعبية تعهدت بتسليم أنفسها والاتفاق مع اللواء الثامن عند حضوره وهي من طلبت بتدخله في هذه الاشتباكات مدنياً كيف ينظر إلى هذه الاشتباكات هناك في محجة؟ نعم صراحة هذه الليجان الشعبية كما ذكرت لها جملة من الانتهاكات بحق المدنيين كالتنفيذ اغتيالات وترويج المخدرات ويعني الاتجار بها وتهريبها إلى والمساعدة مع المجموعات التي تقوم بتهريبها إلى الدول المجاورة بالإضافة إلى انتهاكات أخرى واسعة كما ذكرت يوم أمس تدعى لأحد المدنيين ووساق صاريج مياه بالإضافة إلى منع بعض المدنيين الآخرين بالوصول إلى مسارعهم القريبة من حارة هذه الحارة التي تتمركز بها هذه الليجان الشعبية غرب بلدة محجة بريب ترع الشمالي إذن الأهالي يشتكون كثيرا ويعانون كثيرا من تواجد هذه الليجان الشعبية التي تنفذ العديد من الانتهاكات بحقه عمر الحوراني ناطق باسم تجم أحرار حوران كنت معنا من عمان شكرا لك هدد قائد حركة رجال الكرامة في السويداء شيخ يحيى الحجار بحملة عسكرية واسعة ضد أي مجموعة مسلحة يتم تشكيلها من دون الالتزام بأعراف ومبادئ المحافظة قال الحجار في مقطع مصور إن ظاهرة إعادة تشكيل الفصائل الخارجة عن الأعراف والتقاليد والمخالفة لتوصيات المرجعيات الدينية والروحية في السويداء مرفوضة مهما كانت الجهة التي تسلحها وتقف خلفها وتزود أفرادها بالبطاقات أضاف أنه لن يتم قبول أي ممارسات وصفها بالتشبيحية تحت اسم الدولة أو غير الدولة من أي جهة كانت زارني وقلت شباب فينوا عن خطب الديني وتعال خاطر مشايقنا إن شاء الله تكونوا سلحدوا نقول نحن ضدوا مين ما كان يكون تشتغل خاطر مشايق أهل وسائل زابروا تشبيح على العالم والبشر نحن يا أخوان نحن بمعايدكم وكرامة الجبل عندنا غالي وكرامة أهلنا غالي وكبينها دم لأيضال كرامة الجبل محفوظة وكرامة الجبل مصالي وجود خلال الله رأيك نقلت وكالة باتاسا الروسية عن مسؤول عسكري روسي في سوريا أن قاذفة قنابل تابعة للتحالف الذي تقود الولايات المتحدة في سوريا اقتربت بشكل خطير من طائرة استطلاع روسية فوق محافظة حمص يوم أمس الأحد هذا وأكد نايب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا لوكالة تاس أن الحادثة وقعت فوق منطقة التنف بريف حمص بين قاذفة قنابل من طراز FA-18 وبين الطائرة الروسية من طراز N-30 التي كانت تقوم برحلة مخطط لها في المجال الجوي السوري أشار إلى أن طاقم الطائرة اتخذت تدابير اللازمة لمنع للصدام كشفت مصادر خاصة لموقع تلفزيون سوريا عن بدء القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا بعملية تدريب قوات سوريا الديمقراطية على أنظمة الدفاع الجوي من طراز AVENGER لتزويدها بها كالرياح التي تهب فتزيد النار اشتعالا هذا هو شرق سوريا يزداد سخونة في صيف أشغلت أحداثه المنطقة كلها من غزة إلى طهران مصادر خاصة تكشف لموقع تلفزيون سوريا عن بدء القوات الأمريكية في شمال شرقي سوريا بعملية تدريب قوات سوريا الديمقراطية على أنظمة الدفاع الجوي من طراز AVENGER لتزويدها بها قصد فصيل محلي ينظر إليه داخليا على أنه انفصلي وخارجيا على أنه تنظيم إرهابي إلا أن واشنطن تعتمده كورقة أساسية ضمن وجودها في سوريا الممتد منذ ما يزيد على تسع سنوات واليوم يدخل الدعم الأمريكي لقصد مرحلة جديدة يرى مراقبون أنها تصعيد من نوع آخر في حين ينظر إليها مراقبون على أنها خطوة استراتيجية إدخال مثل هذه المنظومة إلى قصد جاء في وقت شهد توترات عسكرية بين مجموعات محلية مدعومة من قوات النظام وقصد أسفرت عن سقوط قتلى من الطرفين فضلا عن هجمات متكررة للميليشيات الإيرانية على القواعد الأمريكية في سوريا قبل وبعد الحرب على غزة وما تبعها من رد إيراني مرتقب وآخر من حزب الله إضافة إلى التحركات الإيرانية في المنطقة والتي تنظر بحرب إقليمية محتملة ما لم يتجه اللاعبون لعقد صفقة كبرى أو هدنة مؤقتة وبين هذا وذلك تخرج تركيا معترضة على هذه الخطوة الأمريكية وغيرها والتي ترمي إلى دعم قوات سوريا الديمقراطية لكون أنقرة تعتبر قصد امتدادا لحزب العمال الكردستاني المصنف على قائمة التنظيمات الإرهابية والتي تهدد الأمن القومي بالنسبة لتركيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قتل أربعة عناصر من ميليشيا الفيلق الخامس المدعومة من روسيا في منطقة الشولة في بادية دير الزور الجنوبية بهجوم مسلح لتنظيم الدولة نقل موقع العرب الجديد عن مصادر محلية أن القتلى سقطوا بهجوم استهدف مقرهم العسكري في الوقت الذي لم يعلن فيه التنظيم تبنيه الهجوم هذا ونفذت الطائرات الحربية التابعة للنظام وروسيا غارت مكثفة على مواقع للتنظيم في مثلث الرصافة السخنة دير الزور بالتوازي مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة الاستطلاعية وفق ما قالت صحيفة الوطن أفادت وحدة إطفاء السلمية بريف حمى الشرقي تلقيها 35 بلاغا عن أبنية خطرة وإزالة بقايا حجارة وقطع بناء متهالكة نتيجة الهزات الأرضية التي ضربتها على مدار الأيام الستة الفائتة هذا وأوضح رئيس الوحدة محمد عبداللطيف بأن عدد الأضرار في الأبنية يفوق البلاغات الواردة نتيجة لجوء بعض الأهالي إلى إزالة المخاطر بأنفسهم باستخدام ورشات خاصة في حين أشارت رئيس مجلس سلمية سهاد زيدان إلى تجهيزهم 30 موقعا كنقطة أمنية يلجأ الأهالي إليها في حال تكررت الهزات أو حدثت مخاطر في المنازل التي يقطنها السكان في ظل تأكيدات من مدير الرصد الزلزلي في سوريا بإمكانية استمرار الهزات في الفترة المقبلة كشف أمين السر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة عن ارتفاع الأسعار في مناطق سيطرة النظام بنسبة 80 إلى 100% خلال الأسبوعين الأخيرين تزامنا مع موسم المؤنى وافتتاح المدارس ونقلت صحيفة البعث عن حبزة قولة إن أسباب زيادة الأسعار ناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل وارتفاع أجور العمال إلى جانب الاحتكار وغياب الدعم الحكومي للفلاحين وانعدام الدخل المناسب بدوره قال الخبير الاقتصادي فادي حمد إن معظم العائلات التي كانت تعتمد على تخزين المواد الغذائية استعدادا للشتاء لم تعد قادرة على تحمل التكاليف في الآوينة الأخيرة كشف عضو في غرفة تجارة دمشق عن تراجع عدد التجار بشكل كبير فيها نتيجة للهجرة موضحا أن السجلات التجارية بوزارة التجارة تظهر وجود نحو 100 ألف سجل أقل العضو في الغرفة بحسب وسائل إعلام مقربة من النظام أن عدد التجار المسددين الذين يحق لهم الانتخاب في غرفة تجارة دمشق وصل إلى أربعة ألاف وتسعمائة وتسعين مقارنة بسبعة ألاف تاجر العام الماضي أي أن عدد التجار الفعلي هو خمسة بالمئة فقط من مجمل عدد السجلات التجارية وأشار إلى أن عدد التجار دمشق بات أقل من تجار طرتوس البالغ ستة آلاف تاجر يعاني السكان في العاصمة دمشق من انقطاع متكرر للتيار الكهربائي بما أثر بشكل كبير على حياتهم اليومية ولجأ السكان إلى حلول بديلة واستخدام الطاقة الشمسية لكن ارتفاع كلفة تركيبها أو الصيانة اللازمة لها تحد من انتشارها للجميع خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والدخل المحدود لمعظم السكان محافظة دمشق وبشكل عام الكهربائي كلها يعتها سيئة من سكان المزد بتجي الكهربائي كل سبع ساعات بتجي ساعتين الطاقة البديلة أول شي بالصيف نستفاد منها كنا نقدر ان احنا نستفاد منها بس بالشتة أبداً ما نحل بديل يعني فينا نستخدم عليها ما فينا نشغل لا براد لا غسالة لا مكيف بس فينا نستخدم الشغلات اللي ما بديه كهرباء كتير هي عادة عن انه الطاقة الشمسية بديه مصروف جداً عالي وكل فترة بديه صيانة للبطارية هلأ بيبلش الاستخدام من أول من في الصبح استخدام هلأ بالصيف استخدامه جداً عالي بالنسبة للمكيفات والبراد وكمان بالشتة نفس الشيان بيبلش الاستخدام بدك تقولي من أول من فيه إلى حد مننا بالشتة بيبلش حتى تضويني لأنه ما بتطلع الشمس بيبلش يضع لهيك يعني أنا فيني بقول أنه بيتي بيستفاد منه بس بالصيف أما بالشتة جداً جداً بصير استخدامه يعني طفو الغسالة طفو البراد بصير بس الاستخدام كأضوية فقط رغم أنه عيلتنا صغيرة ما في غير أنا زوجي ما بتكفينا وخاصة هلأ الصيف بدنا مي باردة وما بيجلت لح طاقة الواحد ما بيشغل أنه البراد فجباري هلأ بدنا أنا وجزوجي نجمعين شوية مصاري وبدنا نسحب قرد لأن نقدر نجيب لح طاقة وهلأ مثل الطرف والواح كتير غالي أسعاره إعفان إن شاء الله نقدر نجيب وبلك نشغل البراد هلأ إحنا بنعرف إنه بسوريا الكهرباء كتير وضع سيء فما بنقدر نلبي احتياجاتنا عم بتجي نحن الكهرباء عنا ساعة بقطع خمس ساعات ما عم بتكون كافية لنلبي احتياجاتنا كان هيك عم نروح على الحل أنسب يعني للطاقة الشمسية كانوا يستخدمون المولدات بس بسبب الغلاء المحروقات فلجئوا للطاقة الشمسية ومو كل عالم يعني فيها تشتري طاقة شمسية يعني موظف رات بي 300 ألف حق لوح الطاقة ما يتراوح من 3 مليون لأربع مليون فالعالم العادي يعني تشتري لور وعالم الأحسن ماديا تشتري 10 و 12 لور وأنا بشتغل في الطاقة الشمسية وبجيني من كل طبقات المجتمع بس مو لكل قدرت يشتري يعني قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن في مؤتمر صحفي مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إن المحادثات بشأن غزة ربما تكون آخر فرصة للتوصل إلى هدنة وإعادة المحتجزين وضيفا أنه على حماس وتل أبيب عدم إخراج جهود المفاوضات عن سكتها ربما تكون هذه أفضل فرصة وربما الأخيرة لإعادة الرهائن إلى بلادهم وتوصل إلى وقف لإطلاق النار ووضع الجميع على مسار أفضل للسلام والأمن دائمين أنا موجود في إسرائيل كجزء من جهد دبلوماسي مكثف بناء على تعليمات الرئيس جو بايدن لمحاولة الوصول بهذا الاتفاق إلى نهايته لقد حان الوقت لكي يقول الجميع نعم وأن لا يبحثوا عن أي أعذار لقول لا فلم يعد هناك وقت نضيعه أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة ما زال ممكنا رغم تقارير عن تعثر المفاوضات نتيجة لشروط جديدة وضعها رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو أقل بايدن للصحافة إن المحادثات لا تزال جارية والاتفاق ما يزال ممكنا من جهتها نفت حركة حماس المزاعم الأمريكية بشأن المفاوضات أكدت الحركة أن الجانب الإسرائيلي يحاول عرقلة المفاوضات بكسب مزيد من الوقت وأن إسرائيل وضعت شروط جديدة في محاولة لمواصلة الحرب على قطاع غزة ينظل لنا شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن شعبان ما لدى جعبة الحكومة الأمريكية فيما يتعلق بالمفاوضات ولم يظهر بعد ليس هناك غير ما تكشفوه الصحافة الأمريكية ليس هناك هذه المفاوضات تجري بأجواء من التكتم لكن حتى الصحافة الأمريكية مثلها مثل بقية الصحافة في المنطقة تنشر النقلا عن بعض المصادر المطلعة والمواكبة والمرافقة لوزير الخارجية أنتوني بلينكين لكن بشكل عام الصحافة الأمريكية قالت أن هذه المفاوضات ربما تعتبر فرصة أخيرة وأن هناك تعويلا من قبل الإدارة الأمريكية إدارة الرئيس جو بايدن على ضرورة أن تفضي هذه المفاوضات إلى نتيجة إلى صفقة ما وخاصة أن الرئيس جو بايدن يريد أن يختم حياته السياسية قريبا في ظل نجاح يسجل له حول موضوع وقف إطلاق النار في قطاع غزة هذا من ناحية من ناحية ثانية بعض المصادر أشارت إلى أن المفاوضات اليوم في القاهرة تكتسب أهمية لكونها ستركز على قضية محور فلادلفيا وهذه القضية يعني أحد القضايا الخلافية الأساسية التي ما زالت ترخي بظلالها على الموقف وتمنع وتؤخر الوصول إلى اتفاق طبعا هناك العديد من النقاط الخلافية لكن هذه النقطة موضوع محور فلادلفيا ستركز عليها المباحات اليوم في القاهرة ستكون مخصصة لموضوع محور فلادلفيا طبعا هناك تدخل إسرائيلي وإضافات إسرائيلية على المقترح الأمريكي الأصلي الذي يقضي بوجود إجراءات أو إشراف أمريكي مصري على معبر رفح لكن وزير رئيس الوزراء بن يمين نتانيو حسب بعض التقارير الصحفية هنا أصر على وجود إسرائيلي في المعبر وهو ما ترفضه حركة حماس طبعا بالإضافة إلى نقاط خلافية أخرى عديدة من بينها يعني موضوع معبر أو مؤثرق نتسارين وأيضا النقطة الخلافية الأخرى التي تتعلق بعودة النازحين واللائجيين من جنوب غزة إلى شمال غزة حيث يصر رئيس الوزراء بن يمين نتانيو على ضرور التفتيش كهؤلاء العائدين وهذه مسألة شبه مستحيلة حسب مجلد الفورين بوليسي التي قالت أنه من غير المعقول أن يتم تفتيش نحو مليون ونصف المليون اللاجئ هذا شرط تعجيزي المجلة أيضا أشارت إلى أنه لا يمكن أبدا نقلت عن مسؤولين أمريكيين أنه لا يمكن أبدا التوصل إلى إطلاق الرهائن أو صيغة لإطلاق الرهائن من خلال الحرب الحرب تنهك إسرائيل يوما بعد يوم وحذرت المجلة من أن الفرص باتت قليلة لكن على ما يبدو حسب المجلة أن من يمين نتاليو مصر على المضي في هذه الحرب للنهاية لأسباب شخصية وليس لها علاقة أو لا يكترس لموضوع سلام الرهائن إذن هناك انتقادات نجدها هنا وهناك في الصحافة الأمريكية ربما زيارة وزير الخارجية بلينكين الذي قطع إجازته الخاصة وقرر الذهاب إلى إسرائيل ربما لموارس بعضا من الضغط على الحكومة الإسرائيلية على بن يمين نتنياهو نحن نعلم أن موضوع الرد الإيراني على إسرائيل بعد أغطية الهنية ربما توقف أو أرجئ لنهاية هذه المضاوطات شعبا عبد مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من واشنطن شكرا لك زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو أن إسرائيل تخوض مفاوضات معقدة جدا مع حركة حماس وقال نتنياهو إن حكومته تدير مفاوضات أخذ وعطاء وليس عطاء وعطاء والمبادئ التي تم وضعها ضرورية لأمن إسرائيل وفق تعبيره أضاف نتنياهو أن إسرائيل مستعدة لمواجهة أي تهديد سواء بالدفاع أو الهجوم زاعما أن الضغط العسكرية والسياسية القوي هو السبيل لإطلاق سراح المحتجزين أطالب بالمزيد من الضغط على حركة حماس التي تتهم الاحتلال الإسرائيلي بعرقلة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة أعلنت كتيب القسام بالاشتراك مع سرايا القدس تنفيذ عملية التفجير في تل أبيب والتي أدت إلى رفع إسرائيل حالة التأهب الأمني وقالت كتيب القسام أن العمليات بالداخل المحتل ستعود ما دامت مجازر الاحتلال وسياسة الاغتيالات متواصلة وكانت الشرطة الإسرائيلية وصفت التفجير الذي حدث مساء الأحد في تل أبيب بالعملية الإرهابية أن المنفذة وصل كما يبدو من منطقة نابلس في الضفة الغربية مشيرة إلى متابعة التحقيقات بشأن التفجير أكد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت 14 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية ليلة الماضية أضاف النادي في بيان أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات بيت لحم والخليل ورامالله ونابلس وطولكرم أوضح البيان أن عمليات الاعتقال رافقتها اعتداءات وتهديدات بحق المعتقدين وعائلاتهم إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين الفلسطينيين تنظم لنا ريم العمري مراسل التلفزيون سوريا من القدس المحتلة ما الجديد لدي كريم نعم وجيه انتهى الاجتماع الذي استمر تقريبا لثلاثة ساعات بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ورئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو مكتب نتنياهو معلقا على هذا الاجتماع وصفه باللقاء الإيجابي وبأن نتنياهو موافق على هذا المقترح أو أكد على التزام إسرائيل بالمقترح الأمريكي الجديد الذي قدمته الولايات المتحدة هناك بعض المعلومات التي ترشحت الآن لوسائل الإعلام حول تفاصيل المقترح الأمريكي الجديد دعني أضعك بالصورة وجيه حيث تقول المصادر أن هذا المقترح يجعل وقف إطلاق النار الدائم بندا للتفاوض في المرحلة الثانية من الاتفاق كما أنه ينص على مناقشة وقف إطلاق النار ضمن صقف محدد بالإضافة إلى أنه يربط بين عمليات الإغاثة وموافقة كل الأطراف على شروط الاتفاق بمعنى ربط المساعدات الإنسانية التي ستدخل إلى غزة بموافقة كل الأطراف على هذا الاتفاق فيما يخص محور فلدلفيا المقترح الأمريكي الجديد ينص على مباحثات تقنية بشأن محور فلدلفيا كما أن هذا المقترح ينص على إيجاد آلية رقابة لعودة النازحين من الجنوب إلى شمال قطاع غزة الأهم من ذلك كله وبحسب المصادر الصحفية بأن إسرائيل رفعت عدد الأسرة الذين تطالب بإبعادهم إلى 150 أسيرا وأن هذا المقترح لا ينص على انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة في المرحلة الثانية ويشمل التفاوض على إعادة الإعمار في المرحلة الثانية أيضا إذن هذه هي البنود التي يشملها المقترح الأمريكي الجديد وهنا نعود إلى موقف حركة حماس حيث أنها رفضت عدم الانسحاب من محور فلدلفيا واشترطت أن يكون هناك انسحاب مع وقف إطلاق النار وعلى ما يبدو هذا المقترح الجديد لم يجد الآلية للانسحاب من هذا المحور إذن هذه هي البنود التي ترشحت للصحافة قبل قليل عن المقترح الأمريكي الجديد والذي وصفه أيضا نتنياهو أنه يلبي الحاجات الأمنية لإسرائيل وأنه سيقوم على إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة وبالتالي مكتب نتنياهو وصف اللقاء بأنه لقاء إيجابي الآن هناك ستتم أيضا اجتماعات موسعة هذا اليوم مع بلينكين في كل من السفير الأمريكي في تل أبيب بالإضافة إلى رئيس شعبة الاستخبارات الاستراتيجية للحكومة والفريق المفاوض وغدا سيذهب أيضا أنتني بلينكين ضمن زيارته للشرق الأوسط إلى القاهرة الولايات المتحدة تقول بأن هذا المقترح سيشكل الفرصة الأخيرة شكرا نظيم للتوصل إلى هدنة والتوصل أيضا إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار وبأن هذه الفرصة الأخيرة ما زالت طبعا أمام إسرائيل وأيضا دول الوساطة وحركة حماس من أجل أعلنت وسائل علام فلسطينية مقتل الصحفي إبراهيم محارب بغرة إسرائيلية حيث عثر على جثماني قرب مدينة حمد بخانيونس جنوب قطاع غزة ويصل بذلك عدد القتل الفلسطينيين من الصحفين والإعلاميين في غزة إلى 169 منذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول العام الماضي وفق المكتب الحكومي بالقطاع استدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواقع مختلفة في قطاع غزة بغارات أوقعت عشرات القتل والجرحة مصادر طبية قالت إن 38 فلسطينيين قتلوا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة بغزة في آخر 24 ساعة وتزامن ذلك مع اشتباكات ضارية تخضها المقاومة ضد قوات الاحتلال في خانيونس جنوب القطاع إذا وصلنا لختام هذه النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها قضائف المدفعية تستدف مع برابوزندين شرقية حلب تزامنا مع افتتاحه بين مناطق النظام السوري والجيش الوطني قتيل وجرحة بهجوم على مقر للجان الشعبية في بلدة محج شمالي درعة ومجهولون يحاولون اغتيال شاب في مدينة الصنمين مقتل أربعة عناصر من الفيلق الخامس بهجوم لتنظيم الدولة بالبادية السورية وأمريكا تدرب قصد على منظومة الدفاع الجوي أفينجر بلينكين يقول إن المحادثات بشأن غزة ربما تكون آخر فرصة للتوصل إلى هدنة وحماس ستهم واشنطن بالرضوخ لنتنياهو ختام النشرة إلى اللقاء